مساكم الله بالخير زملاء في الاستوديو طبعا مثل ما اذكرت احنا موجودين في مركز الدوحة الدولي لحوار لديان في توقيع اتفاقية بينهم وبين جمعية الكشافة المرشدات القطرية طبعا هذه الاتفاقية اللي يعني فيها بنود كثيرة وفيها امور مهمة جات من وراء هذه الاتفاقية راح نتكلم عن هذه الاتفاقية ونعرف لش جات في هذا الوقت بالتحديد معانا طبعا السيد يوسف عبدالله السبع المدير التنفيذي لمركز الدوحة الدولي لحوار لديان في البداية الرحب فيك ويانا خلنا نتكلم من جانبكم من جارب مركز الدوحة الدولي لحوار لديان شنو السبب هذه الاتفاقية وكلمنا عن هذه الاتفاقية يا مرحبا يا اهلا وسهلا شاكرين لكم الحقيقة هذا التفضل وهذه الزيارة حقيقة نحن بالنسبة تعرف الحقيقة بالنسبة لقطر عندها توجه سليم في عملية الحوار في كل مجال هذا المركز انشأ من سنة 2007 تحديدا بناء على تعليمات وتوجيهات من سيدي سمو الأمير الوالد حفظه الله القصد من هذا الحقيقة الحوار وبالذات وهذا المركز التركيز على عملية النشأ تحديدا ومن هنا الحقيقة بدأت الفكرة وجاتنا الحقيقة أيضا الفكرة الثانية التالية المتممة لها كون الكشافة يبحثون الحقيقة عن أهداف معينة تتناسق ويأهدافنا فلذلك اتفقنا وياهم على عملية التوفيق وعملية التنسيق في عملية هذه الاتفاقية بحيث يكون أيضا للمستقبل أن هذا النشأ ينشأ في وعاء سليم جدا على اعتبار أنه بالنسبة له هذه الكشافة أو هذا المركز لا توجد فيه اختلافات لا عرقية لا ثقافية لا دينية لا خلقية كل ما فيه أن نحن نبحث الحقيقة عن وجود شيء مسمى واحد لا ضرر ولا ضرار يتعايش الكل في قالب واحد مع الجميع طبعا شنو هي القواسم المشتركة يعني بينكم وبين الجمعية القواسم المشتركة بيننا وبينهم أول شيء بالنسبة لنا نبني الأساس اللي عندنا أو البنية الأساسية لهذا المركز اللي هو الحوار الحوار وعدم نبذل الرأي الآخر بحيث أننا نتعايش ويالآخرين هكذا الكشافة الكشافة الحقيقة مثل ما قلت لك هي أيضا بالنسبة لها تطوعية يشارك فيها الكل بغض النظر عن العرق بغض النظر عن الدين بغض النظر عن الثقافة بغض النظر عن أي شيء آخر من هذا المنطلق وجدنا الحقيقة أن هذه المناسبة قد يكون الحقيقة فيها التركيز على هذا النشأ أفضل وسيلة لعملية الحوار حتى تعيش في مجتمع آمن مسالم نسميه الحقيقة مجتمع سلام نعم يعني أكيد الناس ممكن يسؤلون ليش اخترتوا هذا الوقت بالتحديد يعني في توقيع هذا الاتفاقية والله أنت شايف الحقيقة الوضع اللي احنا فيه لكن من باب أولى وهذه الحقيقة سياسة الدولة إن هناك الحقيقة وما زلنا ننادي بها وسيسمو الأمير ننادي بالحقيقة بعملية الحوار على مستوى الدول وكل الخلافات سواء كانت سياسية اقتصادية جغرافية لا تحل إلا بالحوار نتمنى نتمنى أن يكون الحقيقة الحوار هو الحل في كله شنو القادم بالنسبة لكم في مركز الدوحة الحوار لديان نحن الحقيقة نخليها كلها مفاجآت للمستمع ولمشاهد إن شاء الله سيد يوسف عبدالله سبعي أعطيك العافية مدير التنفيذي لمركز الدوحة الحوار لديان شكرا لك وما قصر طبعا يعني مشاهدين الكلام رح ناخذ يعني الطرف الثاني من هذه الاتفاقية وهذا التوقيع مع أنه طبعا سيد جاسم محمد الحردان مفاوض عام جمعية الكشافة الغطرية في البداية أرحب فيك ويانا في تلفزيون قطر ونبي نتكلم عن الاتفاقية حاليا من طرفكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيد ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نحن كحركة كشفية بالنسبة لدينا مشاركات خارجية ومشاركات محلية كذلك عندنا المدارس الخاصة وهذه معظم من الجاليات وبعضها لها دينها ونحن عندنا ديننا اللي هو ديننا الإسلامي ونحتاج من الموعي عندنا النش وكيف نتعايش معانا لأنهم كلهم في معسكر واحد نايمين مع بعض فيسير بينهم احتكاك فتهيئتهم إن شاء الله بإذن الله عن طريق مركز الدوح إن شاء الله لحوار الأديان كذلك عندنا مشاركات خارجية وأنا جاي مقبل على مشاركة في الولايات المتحدة في شهر ثماني القادم الجمبر الجمبري في 40 ألف شخص بينهم ديانات مختلفة جدا تهيئة ابناء الكشافين القطرين اللي يطالعين عندهم دياناتهم من الإسلام كيفية المحاورة وكيفية التعايش مع هؤلاء الأفراد إن شاء الله يعني أنتم من خلال تعاونكم مع مركز الدوح والحوار الأديان تسوين دورات وتسوين ورش للطلاب على أساس أنهم إذا طلعوا في المعسكرات والمخيمات الخارجية يكون عندهم الوعي حتى الخارجي والمحلية الخارجي عندنا مشاركات كثيرة دولية وعندنا نظهر في الإقليم الأسيوي كذلك عندنا في ديانات مختلفة أكيد وهذه النقطة عندنا ضعف إن شاء الله لكن لما عرفنا عن هذا المركز فإن شاء الله بإذن الله قعدنا مع الأستاذ يوسف أسباعي ووضح لنا أمور كثيرة إن شاء الله بتخدمنا وعنده برامج جيدة إن شاء الله بتخدم النش لأنه بيأخذ من البداية من الأصغار من العيال المرحلة الابتدائية اللي هم عندي الأشبال ثم الكشاف ثم الجوال حتى إحنا الكبار في هذا السن حاليا نحتاج ببعض الدورات لنحن نتعامل مع الأفراد حتى نمثل بلادنا على أكمل وجه إن شاء الله يعني أنا كنت طالب في الكشافة من وانا صغير فخلنا حين نتكلم عن الكشافة الأشخاص اللي عندهم حب الكشافة يبون إن شاء الله دعوة من الحين على الهوابت أنت معانا إن شاء الله كأعلامي معانا نتشرف الجمعية المفتوحة عملها تطوعي أنا حالياً لي تقريباً معاهم سن ونص أدخلنا عدد كبير إن شاء الله الكل مفتوح لغاية يعني السن ما غير محدد يبتدي من أربع سنين من بداية فروضة إلى ما لأنها هي إن شاء الله يعني أي حد ودنا يشارك معاكم يجيكم والمكان مفتوح من اليوم المكان مفتوح والدعوة لجميع هالقطار كلهم إن شاء الله الكل يقدر يشارك في الجمعية عندنا السمرات نعبيها إن شاء الله والكل يكون منتسب لأنها فيها عمل تطوعي وفيها عمل الإنساني وفيها جميع العمال إن شاء الله سيد يوسف سيد جاسم محمد الحردان مفاوض عام جمعية الكشافة الغطرية شكراً لك وما قصرت يا أهلا مرحبا وشكراً لكم عساس ننقل الصورة هذه لبلدنا الحبيبة قطرية هذا واجبنا طبعاً مشاهدين الكرام مثل ما شفنا توقيع التفاقية مهمة جداً يعني تخدم الناشوة وتخدم الجميع يعني مثل ما ذكر هي مش مقتصرة فقط على الأطفال مقتصرة على يعني الأطفال الكبار الكل يقدر أنه يشارك في جمعية الكشافة الغطرية ويضاً مركز الدوحة الدول اللي حوار اللي ديان على جهودهم اللي قاعدين يقومون فيها هذا اللي عندنا وأعود الآن للزمالات في الاستيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر